يَا أَمْهَا الْمَالِمَا حَبَّدُ الْأَصْرُ أَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُ عَلَاءً لِشَيْءٍ قَدِيرٍ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبَلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات مطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد غينا السماء الدنيا بمصابيه وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شريفا وليتقوا تكاد تميد من الغيظ كلما أنطي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نبي فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا الزود ما نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا بالرزق وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي ثمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بسيط أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غروه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رذقه بل يسجوا في عتو ونفو أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة خليلا ما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما هذا الذير مبين فلما رأوا زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين بالعذاب الأليم قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعزمون من موت في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ترجمة نانسي قنقر